مقام الأول عندما نلعب بمسابقة قرية الهدف الأساسي هو تقديم صورة جيدة حول كرة القدم اللبنانية وتقديم أداء يليق بسمعة الكرة اللبنانية من خلال تقديم هالأداء الهدف بيكون الوصول لتحقيق نتيجة جيدة هالمباراة راح تكون فرصة للنجمة لا يتحضر بشكل أفضل ويصير جاهز أكتر هيك نوع من المباراة الأوية مفيدة جدا للفريق على الصعيد البدني والكويت بالتأكيد هو الفريق الأفضل والأقوى اللي راح نواجهه بالمجموعة في اللبنانية أنفسهم فيها أثبتت أن أدرت نفس بعرف جيدا كرة القدم الكويتية فأنا سبق ودربت ثلاث أندي مختلفة بالكويت وبعرف طريقة عملهم وتفكيرهم بالتأكيد ما في مجال للمقارنة مع إمكاناتنا دي الكويت من ناحية الإمكانات والمنشآت واللعبين الأجانب وغيرها لكن سلاحنا لمواجهتهم راح يكون العمل الجماعي واللعب بقلب كبير بوثق بلعبين نجمة أنه نقادرين على العودة من الكويت بنتيجة إيجابية غياب جودوين عن اللقاء نقطة سلبية بالنسبة لألنا لأنه هاللاعب مؤثر وبيملك الخبرة لكن هايدي كرة القدم ولازم مقدر نتعامل مع هايك مواقف ورح نجرب نلاقي البديل المناسب لجودوين نادي النجمة بيعتمد على 23 لاعب ومش على 11 لاعب فقط وهيدي فرصة لللاعب البديل لا يثبت نفسه وجدارته باللاعب لنادي النجمة مثل ما قالت المجموعة صعبة ومتكافأة الكويت هو الأفضل فريق الجيش السوري بالنسبة لألنادي مجهول ما بعرف تأثير الوضع الأمني بسوريا على هالفريق لكن بالتأكيد فريق قوي بدنيا وغير سهل على الإطلاق بالنسبة للرفع البحريني إجمالا المنتخب البحريني منتخب جيد لكن الأندي البحريني مستويها أقل لكن هالأمر ما بيعني أنه فريق سهل المجموعة متكافأة وهدفنا ببساطة التأهل اشتركوا في القناة